أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي بقصر معاشيق في العاصمة عدن الدكتور شائع الزنداني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين وعقب أداء اليمين الدستورية وضع الرئيس العليمي وزير الخارجية الجديدة أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تطلع بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي مشددا على أولوية معركة استعادة مؤسسات الدولة ومواصلة جهود حشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب الشعب وتصحيح السرديات المضللة بشأن قضيته العادلة وتعرية النهج والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم الحكومة وكافة مؤسساتها وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها من العاصمة عدن والمحافظات المحررة لتقفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية وتحقيق تطلعات الشعب ترجمة نانسي قنقر